صحيح أنت مع فكرة زهاية عاد المحترفين اللي بيجوا الدور المصري أو لجانب اللي بيجوا الدور المصري أنا مع السوق المفتوح يعني بص حكاية التفصيل وأصلي ثلاثة محترفين واثنين بلعبوا بشمال واحد بلعب ايه وحرس أجنابي أنا مع المنافسة المنافسة لو في محلي أحسن أنا حاخد المحلي طبعا لكن أنا مع المنافسة أجيب أجنابي بس أجيب أجنابي بدولارات وبفلوس كتير ويقعد على الدكة ده لازم اللي يعمل كده لازم يكون حسابه عسير جدا صحيح لكن بش حد بيتحاسب للأسف بش حد بيتحاسب بجد ويقول لك أصد ده وجهة نظر فنية لا تعرف فيه كم محترف في الدور المصري حاجة أه كتير حاجة تمانين باين تمانين وتمانين أه أختارهم تاونس كم واحد مثلا حسوا أنه كويس ما يجلوش خمسة أربعة خمسة حاجة صحبة جدا مش عايز أقول بتاع الجونة ده اللي جنننا مطش بتاع أسيوفي انت بتتكلم تمانية وتمانين محترفة في الأخمسة تتكلم حاجة عشمالس بيكلي أه طبعا أه يعني ما أنا أهارب بس مش عدول اسمه يعني متغاز يعني أه تمانين ده عام زيان بيكون كارلويس بي يعني فعلا ميجلي وإحنا نجري وراها أه وما بيجيش تمسك حلحوش يعني وما بيجيش هنا يعمل معنا حي طيب حسن كمسة بقى بتاعتك أنا كنت عايز تستمر في الآخر بس الشيء بشيء يذكر يعني كابتن إهاب جلال والتحاد الكورة والوضع المتقزم الآن ما بين رحيل الكابتن إهاب جلال ما بين رحيل التحاد الكورة بقاء اتحاد الكورة بقاء كابتن إهاب جلال والكلام كله أنا كلمة لسه دكتور إيهاب الكومي دلوقتي قلت له قول لي حاجة واضحة احنا الناس صحفيين وانت راجل إعليمي راجل مكمل فتقول إنه كابتل إعابة جلال مكمل راجل مش مكمل قولي كابتل إعابة جلال مش مكمل بس الكلام عمال يعمل كده أنا كنت بتابع يعني وانت بتتكلم وقريت نص يعني إن هو إيهاب جلال قاعد لغاية ما هو يقرر رحيل يعني إيه يعني يعني إيه ماشي التصريح بتاع رئيس الاتحاد جمال علام كان مش حول زلة لسان ما كانش يقصد إن إيهاب جلال اللجنة اللي حتكتمع عشان مدرب المنتخب الإولمبي بس انت قلت مدرب بلجيكي للإولمبي ولا للأول طيب إيهاب جلال خسر مباراة كوريا اللي لعبت مع شيلي وكسبت 2-0 ومع براجوي وتعادلت 2-2 ومع البرازيل خسرت 5-1 يعني عملت 3 ماتشات مع فرق اللاتينية في حوالي 10 يام من 12 يوم وكوريا من أقوى فرق الشرق الاسيوي صح ودائما بتروح كاس العالم ودائما بتنافس على كاس الأمم الأسيوية صح وارد إن إحنا نقصر وبلعبه كورة سريعة وكورة منظمة وهكذا وبلعبه بجد يعني الودي بلعبه جد صح مش حبي مش ودي لا وهم بيساعدوا كاس العالم كمان أنت ممكن تبقى بالنسبة لك الماتش ملوش كيمة لكن هو بالنسبة لهم له كيمة كبيرة آآ طبعا يعني والنهارده بلعبه مع أمريكا اللاتينية وفرق أفريقية لها مصر صح وبعد كده في الفيفا ديت اللي جاهت لهم بلعبه مع فرق أوروبية صح طيب لو خسر يمشي طيب ولو كيس بيقعد هو إيه المعيار بعدين انتوا بتحسبوه زي والطالبين منه إيه إيه المطلوب من إيهاب جلال بالضبط يعني وإيه المطلوب وإيه اللي بلغتوه للناس هي دي النقطة حسن حسن حراك انت دلوقتي أصبت كبيرة الحقيقة زي بيقول دلوقتي انت ما حطتش معايير أصلا وانت بديجيب الكابتن إيهاب جلال فما عندكش معايير إنك تقيم الكابتن إيهاب جلال في دي المعايير في كل حاجة ولا كيروش حتى أنت جايب كيروش كان هي عشان كاس العرب وكاس الأمم ويروح كاس العالم طب ما كن ممكن قوي تبقى يعني كيروش ده كان مدرب عالمي بقى يعني وهو مدرب عالمي طبعا انت هتعمل الكورة اللي هتقدمها لنا في الفترة دي لغاية كاس العالم رحنا أو مروحناش بالطريقة اللي انت لعبت بيه صحية بس قولنا يا عم كيروش بقى بعد كده في الاربع سنين اللي جاية خطتك ايه هنعمل ايه هتلعب انت شايف اللعاب المصري عنده ايه ومعندوش ايه هنقدر نعمل ايه هنلعب كرة ازاي في الاربع سنين خلي بالك انا مربطتش وجود كيروش بانه يروح كاس العالم او ميروحش لا وانا مش راضي على الطريقة اللي لعب بيها كاس العرب وكاس اله اه كنت مفرح ان احنا بنكسب المغرب بنكسب مش عارف الكاميرون بنعمل انا مبسوط جدا بس الاداء قصة تانية لكن انا عشان مواطن مصري بحب المنتخب بتاع بلدي كل ما بنمشي خطوة انا بقى بمبسوط لكن الاداء عليه علامة استفهام فانت بس انا حق بلده انا كاتحاد بقى حق بلده وابلغ الرسالة دي للجمهور عشان ليبقى الناس وقال لهم اه دي احنا هنقعد لاربع سنين بقى لغاية عشرين اربعة وعشرين خطتنا كذا صح هنلعب كرة كذا كروش بقى حضرته يقعد يعمل مؤتمر صحفي وبعد كده الاتحاد يبقى يعمل يعني احنا هنعمل مشروعنا كذا وكذا ونلعب كرة ونلعب وننطور على الاربع سنين اللي جاي اللي حرك قلته ده بالزر هذا لا يحدث مستحيل اللي حصل اللي حركت له ده الترجم حرفيا مع فرنسا جابه راجل دي شام في 2012 قعد ست سنين يقدم اسوأ اداء ممكن مع فرنسا بيخسر نهاية كاس اوروبا على ارضه بيخسر في كاس العالم من دولة 8 خد كاس العالم في 2018 بعد ست سنين بس انت خلاص انت شايف الخطة بتاعته ايه طبعا العالم كله بيشتغل كده انجلترا بتشتغل كده مبارح كان معاه مدير اتحاد الانجليزي قال لي ساوس جد لما جيه عادنا معاه وعمل انترفيو وقال له شخصية ايه ايه قول خطتك هو غيره يعني عامله مقابلات شخصية ما هو غيره مش انه ده مدارب كيفين ما ينفعش بقى نعمل مقابلات شخصية ونفهم منه بكسر بص يعني اللي بقوله معاك دلوقتي ده انا كتبته وقلته كتير انا مش بقول مش مهم يمكن محدش بيقوله بيسمع ولا بيقرأ ولا مش مهم يعني بس انا بافترض انه في اتحاد الكورة فاهم ده من غير ما اقوله او غير يقوله عدم انت وصلت للمنصب ده انت طرام حضرتك دخلت الاتحاد اللي انا بقوله ده لازم يكون في دماغ سيادتك وانت بتتكلم على الكورة في مصر في الفترة اللي جاية في التعاقد مع المدربين لكن هي هيصة هات فلان ماشي فلان لأ ولو عندك مشروع حقيقي انت بتخاطب بالناس والجمهور والجمهور هيحترم لكن لما تبقى ماشي بفوضى ما حدش حي الناس هتبقى ردف علها هو فوضى برضو وهو الصراق اللي احنا بنشوفه في كل ازمة يعني او في كل مباراة بنخسرها حصل ده مع نيجيريا مع كيروشيان لما اتغلبنا ماتش نيجيريا في كاس الأب طبعا اه والناس قالت لك يمشي بكرة صح ولأ وللأسف يعني يطلع حد في استوديو محلل او مقدم برنامج ويقول الرجل اللي بلعب في كاس الأم يقول لأ يمشي يمشي باقي يمشي ايه يمشي ايه في وسط البطولة ايه يمشي يعني يمشي في مسؤول في اتحاد الكرة طلع قال كمان على عقده فلوسه ايو طبعا وقت البطولة ايو طبعا ايه الكلام ده ايه الكلام وراجل زيعل عنده حق وقال على فكر وكتب كده قال ما تصدقوش اي حاجة قال في الصحافة المصرية او في الاعلام المصري سدقوش اللي انا بكتبه على تويتر في حسابي واللي في الجرائد البرتغالية ازاي ده اشتركوا في القناة